سر حمص الشام الحلبسة عم صابر درويش صاحب اكبر عربية على الكورنيش ربنا يرزقه ما بخلش علي باي سر او اي معلومة خالص نبدأ على بركة الله الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اتمنى من حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو اللايك ببلاش مش بفلوس والله العظيم يا جماعة واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل لشان يوصل لكم كل ما هو جديد اول حاجة محتاجين ربع كيلو من الحمص الشام هننقاوه طبعا يا جماعة في مياه مغلية لمدة ساعتين علشان يطلع الغازات اللي فيه ومحدش يجيله انتفاخات خالص بعد كده هنرمي المياه خالص نركز نرمي المياه بتاعة النقعة وبعد كده هنبدأ بقى مع بعض نجيب الحلة بتاعتنا اول حاجة هنجيب معلقتين كبار من الزيت وبعد كده هنجيب مكعبين بس من مرأة الخضار ولو مش عندكم مفيش مشكلة ولكن مرأة الخضار هتخلي كأنكم حطين بصل وطماطم كتير جدا ودي السر الاول زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ بقى نفرق كده مكعبين مرأة الخضار بالشكل اللي حضراتكم شايفين ودوت وطبعا هنشوحهم كده تشويحة بسيطة في الزيت على نار متوسطة وزي ما حضراتكم شايفين بعد كده هنبدأ نضيف معلقتين كبار من الصلصة طيب لو انتم مش عندكم صلصة ممكن تستبدالوها بطماطميتين يعني حبتين من الطماطم تحطوهم كده صحاح يعني ما تعصرهمش ولا حاجة محتاجينهم صحاح بس وبعد كده هنشوح الطماطم بتاعتنا وبعد كده هننزل بقى يا جماعة بالحمص بتاعنا لمدة 3 دقيقة بالزبط على نارة عالية هنبدأ بس نشوح كده ونسمغ الحمص وده يا جماعة السر التاني وبعد كده هننزل بقى بالمية المغلية 2 لتر 4 لتر 6 لتر بصة يا جماعة الحمص بيحب المية ادوا مية زي ما انتم حابين براحتكم اعملوه اكبر حل اظهر حل برضو براحتكم وزي ما حضراتكم شايفين بقى نسيب الحل بتاعتنا ويلا بقى نعمل الدقة والشطة اول حاجة نبدأ الدقة بتاعتنا اول حاجة محتاجين فصين من التوم هنبدأ نهرسهم او نقطهم صغير زي ما حضراتكم شايفين او ندقهم في الهون وهنبدأ ندفها كده في اول طبق وبعد كده هنجيب بقى كده جماعة لمونتين هنشيل طبعا البزر وناخد بالنا كويس جدا وهنبدأ نعصر الليمونتين على التوم وزي ما حضراتكم شايفين كده اول لمونة وتاني لمونة ساكتين ليه ما تصالوا على النبي وانتو بتصالوا على النبي اكتبوا لي بتتبعوني منين اخوكم اشرف من مصر وزي ما حضراتكم شايفين بعد كده هنبدأ ننزل بقى جماعة بالخل اللي هو خل الطعام او خل الصلاة ممكن نضيف معلقتين كبار الى اربع معلق كبار حسب الرغبة وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ بقى نضيف البحارات بتاعتنا معلقة ونص صغيرة من الكمون وطبعا الكمون مهم جدا في الدقة وبعد كده جماعة هنبدأ بقى نضيف نص معلقة صغيرة من الملح وبعد كده هنضيف بقى معلقة صغيرة من بصل البودر ومعلقة صغيرة من التوم البودر انا بستخدم المرمر عايز اقول لكم يا جماعة الكيس ده بسم الله تبارك الله بسبع جنيه من اولاد العثيم مصري طبعا سعر ولا في الاحلام انا دائما بجيب المرمر بتدي كده جودة كويسة مع سعر كويس وبعد كده هنبدأ بقى ننزل بكباية من المياه بس تكون بردة وهنبدأ نقلب كويس جدا واي ازازة عندنا هنبدأ بقى ننزل الدقة بتاعتنا وزي ما حضراتكم شايفين عظمة يلا بقى نجاهز الشطة معلقة صغيرة من الشطة ومعلقة صغيرة من البابركة ويا سلام لو عندكم كمان البابركة المدخنة وده السر التالت معنا النهاردة عايز اقول لكم استحال يا جماعة تغاملوا طريقة غير دي ابدا واتحديكم وبعد كده هنبدأ بقى ننزل بكباية يا جماعة منين من المياه بتاعت الحمص اللي موجودة على النار مستنيه واستوي وبعد كده هنبدأ بقى نقفل الازازة التانية امي ربنا يبارك في صحتها يا رب وفي عمرها هي والدي ربنا يبارك في صحتها وفي عمره بيقول لكم الحاجة دي حطوا طمط ميتين كده صحاح وبصلاية صحيحة في قلب الحلة هتديكم طعم وهم بجانب الحاجات اللي احنا قلنا عليها وزي ما حضراتكم شايفين بقى كده الحمص استوى في أقل من نص ساعة باسم اللي تبارك الله هنجيب بقى كوبايات بتاعتنا وهنحط بقى اللمون والدقة بتاعتنا والشطة ونصبه أحلى حمص شام وأحلى حلبسة ممكن تكلوه في حياتكم ما تنسوش تصلى على النبي ودوسوا اشتراكوا لايك والسلام عليكم